مرحباً كيف تفعلوني يا أبياني؟ إنه مرحباً فيديو على مرحباً للمشاهدة فيديو فيديو التالي يوم سيكون على ثاني نموذج ونموذج ثاني المقترح بالنسبة للامتحان التجريبي ونبهان بلان كنت درت لكم فيديو من قبل لذلك كان على كيف نكون مواطن صالح وكيف نكون مواطن صالح اليوم كما شفتوا في العنوان جبت لكم موضوع مقترح يعني مقترح ومتوقع بقوة في الامتحان التجريبي ولا امتحان الشاهدة التعليم المتوسط الي هو متعلق بالسيكوينس نمبر ثري سيف غزة بمعنى أنقذوا غزة رايحين نحن نشوفوا التكست التالي على وش يهدر وكذلك بعد ما نشوفوه على وش يهدر نحن نجوبوا الأسئلة وحكذا يعني نعرفوا المحتوى على وش يهدر نبدو نقرأوا التكست مع بعض سيف غزة عنقذوا غزة يعني كان كارثة إنسانية في غزة كارثة إنسانية في غزة سيهدر يعني الشعب الغزاوي يعني الشعب المتواجد في غزة أكثر يعني من 2 مليون إنسان كانوا يعتمدوا على المساعدات الإنسانية اللي يجيهم من الدول الأخرى كارثة إنسانية في غزة يعني يعني من قبل كانوا تقريبا 80% اللي يحتاج المساعدة الآن كل واحد كل شخص الآن كل شخص في غزة يحتاج إلى مساعدات يعني وبزاف الأطفال راهم يعانيوا من سوء التغذية حتى إنهم ما همش قادرين على البكاء ولا الصراخ ما عندوش طاقة بش يبكي يعني العرب والمسلمين يعني الجنسيات والقوميات العربية والمسلمة يعني عبروا على الدعم التحهم للفلسطينيين في غزة يعني منذ بداية الحرب يعني بزاف المسلمين وبزاف الجمعيات الخيرية المسلمة يعني حاولت أنها تغفر الحاجيات يعني كما نقول إحنا يا أهم الضروريات للغزاويين كما الماء الأكل الدواء ويعني وأشياء أخرى اللي يحتاجوها الغزاويين On the instructions of President of the Republic Algeria has decided to urgently send large quantities of humanitarian aid to the Gaza strip via the Rafah Terminal تحت الرعاية بتاع الرئيس الجمهورية الجزائر قررت انها تبعث مساعدات مستعجلة كميات من المساعدات المستعجلة للمساعدات الإنسانية للغزاويين عن طريق معبررفح يعني هذه المساعدات تضم الأكل وتضم كذلك الدواء يعني هذه المساعدات المستعجلة اللي بحثتها الجزائر للفلسطين تعبر على التضامن تحت دائم مع فلسطين يعني الفلسطينيين اللي هما يعتبروا ضحايا من هذا الأتاك اللي هو الهجومات particularly in the Gaza Strip خصوصا في منطقة غزة غزة needs the support of humanitarian organizations now more than ever يعني الآن غزة تحتاج إلى المساعدات والدعم الإنساني من المنظمات الإنسانية والخيرية الآن أكثر من أي وقت مضى تخطو في هذه المحنة اللي رام فيها It is essential that every Muslim gives everything they can to help the people of غزة يعني لازم كل مسلم يحسب الإخوة في غزة ويمدلهم أي حاجة يقدر يساعد بها هذا هو كان text of save غزة ولا يعني أنقذوا غزة التكست عنا كما شفنا الcontent تعو يبينا أنه لازم نكونوا متضامنين ويكون عنا solidarity ليهي تضامن مع إخواننا في فلسطين وخاصة في غزة هذه صورة من صور تضامن الاجتماعي ولا humanitarian solidarity ولا صورة من صور التعاون اللي قدموها التاريتيز ولا الجمعيات الخيرية We have also a baraka عنا احنا هنا الجمعية الجزائرية اللي سموها الbaraka It's a baraka charity جمعية خيرية تمد مساعدات إنسانية يعني من هنا هي عبارة عن messenger يعني خط واصل بين المساعدة اللي يمدهم الجزائريين ويمدهم الجمعية الbaraka اللي عندها مكتب في فلسطين سو يعني أي واحد يحبيت برا يقدر إنه يبعث الجمعية الbaraka Task number one read the statements and write true, false or not mentioned كما نعرفوش معنة true اللي هي صحيح false خطأ not mentioned it means irrelevant ولا غير موجود في النص غزة faces humanitarian catastrophe قالونا غزة راهي تواجه في catastrophe اللي هي كارثة إنسانية yes there is a humanitarian catastrophe يعني كان كارثة إنسانية في غزة true Arab and Muslim nations supported غزة with food only قالونا أنه العرب Arab and Muslim nations راهي دعموا في غزة بالأكل فقط no false لأنه راهم يمدوا لهم water, food, medicines and fools يعني أي حاجة يقدروا يمدوها أي حاجة يقدروا يساعدوا بها راهم يساعدوا بها العرب والمسلمين three Muslim charities have غزة with more than a million dollar قالونا أنه الجمعيات الخيرية عاونت المسلمة عاونت الغزة بأكثر من مليون دولار اللي كانت هذه المعلومات هل أن ترغبتها憾ين في التكست؟ هل أن ترغبتها بالتكست؟ no it's not mentioned هنا كي ترغبت معلومة ما هي خطأ ما هي صحيح يعني لأنها ليست بيتها كامل في التكست ما تطرقش لها من قبل كي قرية التكست هنا تعرفها بلي not mentioned ولا غير موجودة في الناس بقى كي يكون عندك معلومة كاينة في التكست تروح تتحقق منها كاينة صحيحة ولا خطأ كما هاد الجملة الثانية So we have True, false, not mentioned We go now to task number 2 To read the text and answer the following questions يعني نقرأ تكست ونجوبها للأسئلة التالية What did Muslim charities deliver to غزة? ويش مدوا الجمعيات الخيرية المسلمة لغزة? هنا نشوفو They deliver essential supplies يعني يحاولوا أنهم يقدموا الحاجات الضرورية such as water اللي هو الماء food الغذاء medicines الدواء and fools to غزة يعني أي حدا ممكن أنها تساعدهم So هادهما Did Algeria aid the Palestinian people اسكو الجزائر عاونت للفلسطينيين نشوفو هنا يا water, medicines, etc.. Did Algeria aid the Palestinian people? ياس Algeria ديد ولا ياس إدي Task 3 Match the words in column A with their synonyms in column B لغنا هنا يا words وعنا synonyms تحمل هنا يا أنا catastrophe أنا aid أنا tax وأنا essential So أول حاجة نقدر نديروها هي أنا aid نروح لأسهل الكلمة aid هي help aid معنطها help نروح للكلمة الثانية اللي هي Catastrophe Disaster Catastrophe بمعنى disaster إن شاء الله تكون واضحة go to attacks اللي هما الهجومات offensive وعنا essential لهو ضروري which means necessary or important Catastrophe بمعنى disaster يعني كارثة add بمعنى health مساعدة attacks هجومات offensive essential ضروري مهم ملاهم necessary and important this is how to match the words with their acronyms We go now to master of language Task 1 Fill in the gaps with the suitable words ومكن أنه يكون تمرين للمدهبكم كلمات كنتما كل الكلمات عمروها in the suitable or the appropriate gap يعني عمروها في الفراغ المناسب charitable charitable يعني الأعمال charitable acts ولا الأعمال الخيرية such as helping those in need يعني مثل مساعدة المحتاجين donating donating التبرع general mode تبرعكم بالمال with money or blood blood اللي هو الدم blood يعني التبرع بالدم هو كذلك يعتبر من الأعمال الإنسانية supporting orphans يعني دعم اليتامة orphans هما اليتامة homeless المتشردين يعني اللي ما عندهمش بيوت and more يعني وأعمال أخرى كل هذي تعتبر أعمال خيرية have a great importance in يعني عندها يعني أهمية كبيرة فاش إن إسلام يعني في الإسلام هذو الأعمال الخيرية عندهم أهمية كبيرة وعندهم أجر كبير اللي يقوم بهم task 2 write the correct form of the verbs between brackets عندنا كلمات اللي هنا ولا verbs دخول الverbs اللي يمدوهم مننا قالوا غلاي verbs كيفاش نصرفوهم نروحوا دائما نشوفوا sign يعني هما إلا ما يعطونا tense تعنا الزمن تعنا نعرف كيفاش نصرفوه بساين يعني يعطونا إشارة باش نعرف كيفاش نصرف الفرب بتاعه مثلا هنا عندي if if conditional كنت اجعى هذا الدرس اللي كنتوفو فيه يعني شارحها فيه بالتفصيل if conditional يعني أي واحد مش فاهم هذا الدرس ممكن أنه يعود يرجع ليه ضغطوا بركة على الرابط حكذا باش يعني تفهموا هذا الدرس أنا نعطيكم brief brief explanation يعني نعطيكم شرح قصير وهو if people يعني دائما عندنا كيكون عندنا if في الجملة التعالى دائما الفرب اللي يجي مراها يعني لازم تحطوه في بالكم أنه الفرب if هذي if إذا شرطية إذا جات في أول في أول الجملة ولا في وسط الجملة دائما الفرب اللي يجي مراها دائما الفرب اللي يجي مراها يكون في present simple يعني نصرفوه في المضارع البسط والverb بتاع الجملة الأخرى كي سوى يجي هنا كي ما في هذه الجملة ولا هذا يجي في أول الجملة دائما يكون في future simple كي ما راهو هنا future simple وش معنة future simple كذلك لي مش فاهم هذا الدرس هاوليك راني شرحته بالتفصيل future simple هو المضارع هو المستقبل البسط وين يكون عندنا will plus verb will plus verb هذا يعني راني نهضره على المستقبل if conditional if people يعني people يعني if people engage engage وهنا وعليش ما ندرج to engage لو كان ما ندرج to engage لو كان ندرج to engage يعني ما زلت ما صرفتوش نحيتو ونصرف البر بتاعي لو كان جاعنا عندي شي ولا جاعنا هي أمينة أمين أتترا دائما نزيد الأس بصح بما أنه عندي they مع I you we and they عندي البر بتاعي ما نزيد لهش أس مع الشي هي it نزيد الأس charity charity بمعنى الصدقة to be a way of doing something to make the world a better place كذلك نستعمل present simple to be عندي charity ليه صدقة معنى it نقول is charity is لأنني نهضر على الزامير it الصدقة يعني كنعوضوها بظامير ولي it علش درت is هنا دائما present simple present simple ممكن نهضره على حقيقة يعني جملة حقيقية جملة راني نهضر فيها على حاجة حقيقية a fact دائما نستعمل present simple نستعمل present simple في كما قلنا هنا في if conditional repeated action يعني الأعمال اللي كل يوم نعاودها مثلا كما daily routine وكامل يعني ال routine اليومي يعني أشياء اللي كل يوم نعاودها وكذلك fact ولا حقيقة نكون نهضر على جملة حقيقية كما هنا charity is the way of doing something to make the world a better place يعني صدقة هي أنه طريقة باش نمدوا أشياء باش نخلوا هذا العالم بخير هنا عندي 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 exclamation mark اللي هي علامة تعجب people and be an example for others حال هنا عندنا imperative كيف كيف imperative راني هنا يا شرحته هذا الدرس بالتفصيل يعني اللي ما هوش فهمه يقدر يفهمه وش معنة ال imperative imperative هو أي verb أي جملة تبدأ تبدأ verb وما فيهاش هذك ال verb بتاعنا هو verb stem وما فيهاش subject ما فيهاش كما هنا يا people ما فيهاش كما هنا يا charity ما فيهاش they أمين أمينة يعني ما فيهاش subject هذه الجملة تعنا ما نلقوش فيها subject ما نلقوش فيها فاعل في أول جملة كما هنا عندنا فاعل people كما هنا عندنا كذلك فاعل اللي هو charity فهنا ما كانش أي جملة ما كانش فيها فاعل معنة it's an imperative يعني ال verb تح يكون في ال imperative وليكون في الأمر help people and be an example for others يعني ساعد الآخرين وكن مثال للآخرين so task number three write the following words in the right box according to their final consonant sound sound so هنا راح نديرو final as final as اللي هي يعني وين الكلمات كين كلمات يكملوا كلهم الكلمات يكملوا باس ولكن pronunciation والنطق يختلف من كلمة الكلمة كلمات اللي كملوا بالاس sometimes ننطقهم س مارات نطقهم س مارات نطقهم ز مارات نطقهم إليز كيفاش هذا؟ كذلك هذا الدرس راني شارحاتورة ولا هنا ضغطوا برك على الرابط يعني لي موش يفهموا يقدر يفهموا بالتفصيل وهو فيديو ما وشتبيل بزاف يعني حاولت إنه نختصركم بطريقة بسيطة كيفاش تفهموا هذا الدرس لأنه من الأساسياته وبزاف المرات يطيح في البيان مع لغ دايما نركزوا عني لذلك قلنا كيكون عندك الكلمة تاعك دايما نحن وين نشوفو نشوفو دائما الآخر نشوفو دائما الآخر حرف قبل الأس آخر الحرف قبل الأس إلا كان الحرف بتاعي قبل الأس يعني كيما هنا أنا شفت عندي هالبس أي كلمة تكمل بتو كو فو هادو كامل بو كو تو فو فو هادو كامل نحطوهم في السو ساند أي كلمة تكمل بالأس أس آييتش سي آييتش إكس سي دابل أس إتساترا كيما راح نكتبوهم لكم اللي هنا يا أي كلمة تكمل بيها بصح بيكير فوق بالأس لازم تشوفو للساوند يعني تسمعوا الحرف اللي يتنطق بالأس فنحطوها هنا يبقنا وش يبقنا كل الفاولز فاولز اللي هما يعني اللي وبوايل اللي هما اي 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 او او اتشا هذو الفاولز دايما هنا يا وباقي الحروف يعني انتم تحفظوا الحروف تاع السو تحفظوا الحروف تاع الإيزة والباقي تالحروف تخلوهم هنا فى زو ساوند نروح الـ products وشاكم تسمعوا The sound Charities كيم بزر فيكم اللي يغلطوه وهذي Charities كيم بزر فيكم اللي يغلطوه يكون عندي vowels like that i e دايما نحطوها في The sound causes causes قنا أنه دايما يكون عندي s هنا في gives عندي V sound الغفة So these are our answers products Charities and gives causes نروح ذوكا لسيطوات الانتقريات The Palestinians of Gaza are still suffering from the Israeli attacks الوضعي الإدماجية تعنا وش تقول تقول أنه الفلسطينيين راهم يعانيوا خصوصا الأطفال راهم يعانيوا من الهجومات الإسرائيلية They need our help راهم يحتاجوا المساعدة تعنا Write an open letter in which you sensitize your community to the importance of charity by giving them some pieces of advice and recommendation I love تكتب بنتايا letter وإلا تكتب paragraph لوش أنك تحسس الناس الآخرين ولا تحسس يعني أعضاء المجتمع تاعك في المجتمع تاعك بأهمية العمل الخيري By giving them some pieces of advice and recommendation يعني بإعطاءهم مجموعة من النصائح والتعليمات حكذا بالشي يساعدوا الأطفال اللي أراهم محتاجين الفلسطينيين ككل والأطفال بصفة خاصة اللغة أنا هنا جرت لكم فقرة حول مساعدة تقدروا تدروها حول مساعدة فلسطين ولا حول مساعدة أطفال فلسطين helping hands for Palestine يعني تقديم يد المساعدة الفلسطينيين هذه الفقرات تقدروا تدوها تقدروا تدوما ترجعوها كopen letter يعني تبدوها بopen letter hello my friend hello my community يعني تبدوها كرسالة كما تقدر تدرها كparagraph ولا يعني فقرة بسيطة many people in Palestine وهي تعتبر فقرة نموذجية يعني فقرة نموذجية حول العمل الخيري ككل وفلسطين كحالة خاصة many people in Palestine struggle with hunger and homelessness يعني بزاف الشعب فلسطيني بزاف منهم رهم يعني ويواجهوا في الفقر والجوع وكذلك في الجوع يعني والتشرد هاهم لسنا بمعنى ناس بدون مأوى متشردين there are ways we can help يعني كين بزاف طرق باش نعونوهم هنا راني نمدوهم في pieces of advice راني نمدوهم يعني في عراء وعراء opinions يعني عراءنا كيفاش نقدرو نعونو هاذ الناس first احنا نبدو نستعملو sequencers اللي هما يعني اللي قلناش علم المرة انو sequencers first, second, third يعني اولا ثانيا ثالثا اتساترا هما اللي نستعملوهم وكتش نستعملو نستعملوهم انو نظموا بهم الفقرة يعني كي تستعمل هاذو sequencers first ولا تستعمل يعني second then after that finally هاذو كامل يعني تتنظم بهم الفقرة تاعت وتكون فقرة يعني مرتبة افكارها مرتبة first we should we should donate food اول حاجة نتبرعو بالاكل food banks and charities in Palestine provide meals to those in need يعني كاين هناك بنوك للأكل وجمعيات خيرية اللي مهتمة انها تمد الوجبات للفلسطينيين خصوصا في هذا الوقت you can donate canned food يعني تقدر تمد أكل معلب rice اللي هو الأرز or beans اللي هو الحبوب if you live far away لكن تذكرنا بعيد عليهم some charities allow online donations to purchase food يعني كاين ناس ما يقدروش يعني يبحثوا هذا الأكل يعني هما اللي يبحثوه فيكلفوا يقدرو انهم يتصلوا online يعني طرق أخرى يتصلوا online بالمسؤولين على التبرع باش يمدوا يعني أموال اللي يقدرو يستعملوها يعني يتكفلوا بالتبرع بالأكل second هذي ثاني فقرة second we should help with shelter نقدرو انه نعملو بالمأوى organizations build homes for the homeless يعني نقدرو نمدوا للمال you can donate money تقدر انك تمد المال وعلاس to support this project يعني باش تدعم هذي المشاريع ليقوموا لكين ونظمات خاصة ببناء المنازل للناس اللي ما عندهم مش مأوى فاحنا نقدرو نمدوا المال يعني انتبرعوا بالمال باش ندعموا هذ المنظمات even small donations can make big difference الفقرة كذلك مقترحة بقوة نقولكم انه مشوفوها هي وفقرات اخرى اراني ديرتهم لكم شوفو اللي هنا شوفوا في هذا الرابط هذا الرابط راني حط فيه كل الفقرات المتوقعة كل الفقرات المتوقعة جزيس وسيقونس one two وثري يعني للبعم وللامتحان التجريبي سو ما تنسوش إلا كنتوا محتاجين اي حاجة إلا كنتوا عندكم اقتراحات تساؤلات اي حاجة leave it in the comment برك خلوها لي في ال comment ساح نجاوبكم ان شاء الله شكرا لكم على المشاهدة ما تنسونيش باللايك والسابسكرايب لو كانت صوم صغيرة انت تشارك والاخر يشارك واخر يشارك فولو بمبلغ بسيط ولكن كيت لم كاملو يتجمع نقدرو انو نحمو هاذ الفلسطينيين من يعني من هذا الجوع من الهوملسنس الهوملسنس اللي هي التشرد اتترا finally يعني اخيرا we should raise awareness يعني في المجتمع التعامل لازم نزيدوا في الواعي ولازم يعني نوعوا الناس talk to your friends and family about the situation in Palestine يعني تبدأ دائما تبدأ بأقرب الناس اللي هما العائلة تاعك اللي هما الاصدقاء تاعك تهدر معهم على الوضعية الفلسطينيين sharing information helps others understand how they can help you يعني تقدر كذلك انك تشارك مع الناس الاخرين تشاركهم معلومات كيفاش يقدروا يعاونوا احتهما الفلسطينيين والاطفال خاصة we can make they can help you by working together يعني نقدروا بالعمل الجماعي تعنا we can make a positive impact on the lives of those in need in Palestine يعني بتعاوننا وتآذرنا مع بعض نقدروا انه نديروا تأثير ايجابي على هاذ الناس يعني على الاصلوب الحياة اللي راهم يعيشوه الفلسطينيين المحتاجين نتمنى انها تكون فقرة مفهومة كانت فقرة قصيرة وتحتوي على معلومات قيمة ممكن انها تساعدكم So this is our video for today انتمنى ان شاء الله انكم استفدتم من هاذ الفيديو ومن هاذ الموضوع المقترح بقوة يعني انا اراني نقول لكم اوفيسيال مو هذا مقترح بقوة فرجعوه وزيدوا ورجعوه وما تنسوش تشوفوا النموذج الاول لانو هذا النموذج الساني لانو بغير ما والله نتعب باش نجيبو لكم هاذ الـ الـ ونشرح لكم هاذ الـ يعني المواضي شكرا لكم على المشاهدة نشاهدتكم في المشاهدة حكرا لكم